اشتركوا في القناة ما اسم صورتنا؟ نعم صورة الكوثر ما هي أداب تلاوة القرآن الكريم؟ أضع يدي على صدري وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بعد ذلك نأخذ الحضور والغياب أيام الأسبوع سبعة نبدأها بيوم الأحد ثم الاثنين ثم الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت بالأمس يا أصدقائي كان يوم الاثنين ما اليوم الذي يأتي بعد يوم الاثنين؟ نعم الثلاثاء نحن بالأمس كنا في تاريخ إثنى عشر اليوم يكون نعم ثلاثة عشر نحن في شهر ماذا؟ ربيع الأول ورقمه ثلاثة من سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حال الطقس الآن؟ مشمس؟ غائم؟ غبار؟ منطر؟ نعم طقسنا الآن مشمس ننتقل الآن إلى المفاهيم الدينية من ربي؟ الله ما ديني؟ الإسلام ما النبي؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كتابي؟ القرآن الكريم أين الله؟ الله في السماء على العرش استوى كم عدد أسماء الله الحسنى؟ تسعة وتسعون اسم ومنها المحيي المميت الفتاح أركان الإسلام خمسة أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثانيا إقام الصلاة ثالثا إتاء الزكاة رابعا صوم رمضان خامسا حج بيت الله الحرام بعد ذلك نستمع إلى أنشودة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ننتقل الآن إلى المفاهيم الوطنية من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ نعم الملك عبد العزيز ومن هو ملكنا؟ الملك سلمان ومن هو ولي العهد؟ الأمير محمد ما لون علمنا؟ أخضر وأبيض ماذا يكتف في العلم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله ماذا يرسم في العلم؟ السيف وعلى ماذا يدل السيف؟ يدل على القوة بعد ذلك نستمع إلى النشيد الوطني حسنا يا أصدقائي من يذكرنا ما اسم وحدتنا؟ نعم وحدة صحتي وسلامتي اليوم يا أصدقائي سوف نتعرف على مفهوم جديد فلنشاهد الآن هذه الصورة ماذا تعبر هذه الصورة؟ نعم الأخضر سعيد والأصفر متفاجئ والأحمر حزين إذن هذه هي ماذا؟ المشاعر إذن مفهوم اليوم عن التعبير عن المشاعر نشاهد الآن الصورة ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ نعم بنت وكيف تكون مشاعر هذه البنت؟ نعم سعيدة سوف نضع دائرة على المشاعر المطابقة لمشاعر البنت وهي سعيدة نشاهد الآن هذه الصورة كيف تكون مشاعر هذا الولد؟ نعم مشاعره غاضب سوف نضع على كلمة غاضب دائرة نشاهد الآن هذا الولد أيضاً كيف تكون مشاعره؟ نعم مشاعره حزينة سوف نضع دائرة على حزين بعد ذلك تسأل المعلمة الأطفال كيف تكون مشاعركم؟ ويختار كل طفل المشاعر التي تناسبه والآن سوف نستخدم استراتيجية نافذة القراءة يشاهد الطفل هذه الصورة ويتحدث ما هو ما هي المشاعر الموجودة في هذه الصورة وأيضاً هذه الصورة والآن يا أصدقائي سوف نقوم بعمل تمارير رياضية عن طريق مقطع فيديو بعد ذلك سوف نقوم بتجربة تحول الرمل إلى رمل ملون والآن يا أصدقائي سوف نتعرف على حروف المد لحرف الح نتذكر سوياً ما هي حروف المد؟ نعم أول حرف من حروف المد الألف ثم الياء ثم الواو حسناً من هي بنت الألف؟ الفتحة من هي بنت الياء؟ الكسرة ومن هي بنت الواو؟ الضمة بعد ذلك سوف نقوم بكتابة حرف الح بجانب حروف المد الثلاثة سوف نقوم بكتابة حرف الح بجانب حرف المد الألف ونضع سكون على حروف المد حرف المد الألف مع حرف الح كيف أنطقه؟ ح ح ح نحن حروف المد ثلاثة أنا الألف ما قبلي يأتي مفتوح ويسمى الحرف الممدود ح ح ح الآن نكتب حرف الح بجانب حرف المد الياء كيف أنطق حرف الياء؟ بجانب الحرف المد الياء بجانب حرف الح ح ح ح أنا الياء ما قبلي يأتي مكسور ويسمى الحرف الممدود ح ح ح ح الآن سوف نقوم بكتابة حرف الح بجانب حرف المد الواو كيف أنطق حرف الح بجانب حرف المد الواو؟ ح ح ح ح أنا الواو ما قبلي يأتي مضموم ويسمى الحرف الممدود ح ح ح انتهينا الآن من حروف المد الثلاثة لحرف الح الآن نشاهد الآن في هذه الصورة الآن هذا العصفور بداخل البيت أم خارج البيت؟ نعم خارج البيت والآن نشاهد هذا العصفور داخل أم خارج؟ نعم داخل البيت نشاهد الآن هذه الدجاجة عفوا هذه الدجاجة أين تقع؟ داخل العش أم خارج العش؟ نعم داخل العش وهذه الدجاجة نعم خارج العش نشاهد الآن هذه البنت هل هي داخل الكرتون أم خارج الكرتون؟ نعم داخل الكرتون والآن هي داخل الكرتون أم خارج الكرتون؟ نعم، خارج الكرتون نشاهد الآن هذا الولد هل هو داخل الصاروخ أم خارج الصاروخ؟ نعم، داخل الصاروخ والآن؟ نعم، الولد خارج الصاروخ الآن سوف نعد كم حقيبة في الفصل؟ كم حقيبة؟ نعد مع بعض يا أصدقائي واحد اثنان إذن عدد الحقائب في الفصل اثنان سوف نضع دائرة على الرقم اثنان بعد ذلك تقوم المعلمة بقراءة جهرية لكتاب أنا أستطيع وتسأل الأطفال عنها بعد ذلك سوف نقوم بتمارين تساعد الطفل على الاسترخاء انتهينا الآن من الوقت أراكم غدا إن شاء الله إلى اللقاء